طيب إزاي دكتور حنعمل كده يعني حضرتك حضرت مصر تستطيع بالصناعة نعم اللي هو النسخة الستة من مصر تستطيع اللي عميته وزيرة الهجرة نعم وحضرتك أحد العلماء اللي جايين عشان يقولولنا نعمل إيه في البرانش ده في المسألة الزكاء الاصطناعي والتوقام الرقمي إزاي نبتدي ننشئ من بدري حد إحنا بنشوف عندنا مشكلتين عندنا طفل صغير قاعد ماسك حتة حديدة الكبار مش فاهمين هو بيعمل إيه لكن هو بيغلط وبيجرب وبعدين بيتعلم ذاتيا زي ما حدتك قلت وعندنا ناس كبار تخرجوا والحتة دي شغلاجهم فبيخش يشوف كورسز كاملة بقى كورس عشان يدير مثلا أو عشان المدينة الزكية إزاي المجاري تبقى مرتبطة صرف الصحي مرتبط بالكهرباء بالغاز كل المعلومات موجودة في مكان واحد لو حصل عطلة أو صلو إزاي ده كورسات وما بينهما أو غيرهما نعم حتشعرف حاجة عنده ولا ده إزاي نوصل ده بداه فيبقى عندنا شاب فعلا جاهز لاستقبال الأنظمة الزكية دي حضرتك عندك حق إحنا عندنا شباب وأنا شفت كتير حتى قبل ما جيت الزيارة دي أنا شفت شباب مصريين سواء من ناحية أكاديميين أو غير أكاديميين أي نشرين شغل جودته مش أقل من الجودة اللي أنا بشوفها في كامبرج أم آي تي أو هارفرد ده على نفس المستوى ولأنا شفت وأنا أقول لحضرتك النهاردة مثلا أنا زورت المركز التميز التكنولوجي لوزارة الإنتاج الحربية أنا يعني مش لاقي فعلا لغة إن أنا عبر بساعتين الشباب صغير زاكي جدا يعني مش أقل من الفرق اللي أنا عملتها أو التيمز اللي عملتها في أمريكا أو فلمانيا مش أقل منهم زكاء مش أقل منهم خبرة ويعني مشتقين إنهم يتعلمهم أكتر وأكتر وأكتر عشان لقوا حد يتعهد موهبتهم دي ويدربهم ويجيب لهم أجهزة بالظبط كده يعني هم عندهم الفرصة إن محليا أنا عندي المعمل بتاعي أنا عندي الأجهزة بتاعتي التعلم نفسه عبيس حلال إنترنت يعني و أنا قاعد هنا بيروح على كورس مآي تي ستانفورد هارفرد أونلاين بياخد الكورس اللي أي طالب في مآي تي أو هارفرد أو ستانفورد بياخده فما فيش فرق هنا ولكن زي ما حضرتك قلت محليا بيلاقي واحد يعمل له منترشيب واحد بيساعده واحد بيقوله أنت عاوز الإمكانات اللي أنت عايزيلي أنا أدهالك وحضرتك ممكن سمعت عن البرنامج اللي هو الرئيس السيسي عمله اللي هو 30 ألف طالب وهيسفرهم يعملهم ماجستير على حساب الدولة والكلام ده ففي أنا فعلا من ساعة من زلت مصر من 10 أيام للوقتي أنا مش لاقي اللغة اللي عبر بيها عن ساعاتي يعني ساعات بقولي أنا سبيشلس أنا مش لاقي اللغة اللي أنا عبر بيها عن ساعاتي يعني مصر اللي أنا سيبتها من 30 سنة أنا مش عارفها لوقتي خالص مش عارفها يعني لأنا لو الناس اللي حواليها مش شكلوه مصري وبتكلموش مصري ممكن أنه ده أنا في ألمانيا ده أنا في أمريكا ده أنا في أي دولة متقدمة لكن يعني هو ده برضو أنا يعني حدخله في تراك تواضع العلماء لأنه برضو دكتور هاني عازر لما استضفته كان بنفس الأدب وقال إن إحنا عندنا حاجات عظيمة وإنه بس الاحتياجات والتحديات أكبر يعني ممكن يكون حضرتك سعيد باللي حضرتك شفته وأنا بشكرك على هذه السعادة لأنك نقلتها لي طمنتني على شباب بلدي وعلى أجهزة بلدي اللي بتلتقت هؤلاء الشباب وتدربهم وتديهم إمكانيات وكمبيوتر لابز وإمكانيات إن هم يبقوا من أشتر المهندسين في العالم لكن العدد والتحدي بتاع إحنا عايزين أنظمة يشتغل عليها 104 مليون شخص فلأ عايزين جهات كتيرة أكتر من طاقة وزارة الإنتاج الحربي بس أو الهيئة العربية للتصنيع بس أو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بس عشان كنت بس على حياتك إزاي أحط ده لكل أولادي اللي طالعين من أول المدرسة يبقى أنا بأهل الطفل لفكرة الزكاء الإصطناعي والتعامل معاه إزا ما حضرتك قلت المشاكل كتيرة والعدد كبير ولكن إحنا مثلا عندنا تجربة الصين وعندنا تجربة الهند عددهم أكتر مننا ومشاكلهم بصراحة أكتر مننا من كل في كل التحديات موجودة هناك في المجتمع دي ولكن هما استخدموا الطاقة البشرية الموجودة بطريقة زكية فقلبوها لفعلا لفرصة يعني بيستخدموا الطاقة البشرية العدد الكبير ده فهما بيخلقهم علماء مهندسين متخصين بعدد أكبر حتى يعني حتى الإنتاج الصيني مش لازم تكون عندك الدكتوراء عشان تبقى جزء من نجاح الصيني طبعا يعني حتى عامل بسيط كلنا ده مصر برحش ده فيه ناس بتشير دي من هنا تحطاها هنا بزرح ده كل دوره يعني وده موجود وده مهم دوره مهم جدا فاللي بيحصل الوقت في مصر يعني نشوف عدد الجماعات اللي اتفتحت في العاصمة الادرية الجديدة الـ expansion أو التوسع التوسع اللي بيحصل في الجماعات الموجودة وكمان يا فندم التأهيل بتاع الجماعات الموجودة عشان تبقى مواكبة ده اللي أنا كنت عاوز أقوله إن حتى الكورسات اللي بتتدرس في الجماعات الوقت تي بتتحسن وحتى في المدارس أنا بس معا عن حاجات مشاريع تجربية جديرة بنقرب بنجرب الكورس ده بنجرب طريقة التدريس دي يعني فيه متخصصين بيعرفين إيه اللي بيحصل برة عرفين أحدث طرق التدريس أحدث الكورسات في المواد المختلفة وبيجوا هنا بيعملونا توطين أو localization لأن مش كل حاجة كويسة برة تبقى كويسة طبعا أو تناسبنا هنا بالزبط يعني إحنا فعل الرئيس حريص على النقطة دي كل ما بييجي حد يعمل حاجة عندنا صناعة عندنا نعم أهلا وسهلا نتفضل صنع استثمر نعم هاتلي بقى نوهاو لولادي نعم يعني إما بيعمل مدرسة فنية إما بيدرب المهندسين بتاعنا بحيث شوية سنين نعم وتبقى أنت قادر على أنك تنتج هنا وأنا شفت ده يعني إحنا من كام يوم زرنا مركز لشركة سيمينز الألمانية وعندهم زي أكاديمية training courses لكل المستويات الفنية اللي بتطلبها الصناعة المصرية المحلية وده من سيمينز يعني زي ما حضرتك قلت عاوز تعمل عندنا الشغل علمنا علم ولادنا لأن على الأقل لولدنا هم اللي حيديرهم المشاريع دي في بلدنا وفعلاً والشركات سيمينز أو أي شركة تانية فرحنين زي ما قلت الحضرتك قبل كده هم ما عندهمش اتتقى البشرية الكافية في ألمانيا صحيح هم لما بيبقى فيه لقاءات بنلاقي أنه سواء سيمينز أو الشركات الكبرى إيني مسألة الإيطالية هم بيقولوا قدام الرئيس أن إحنا بنفخر بتعاوننا معاكل أن أنتو أكبر إنجاز إحنا حققناه كشركات مالتي ناشونل وفيه حاجة يعني هو فعلاً مش مش مجاملة أنا مصر زي ما حضرتك عارف ومش مجاملة لأهل المصريين بصراحة أنا حاجة غريبة عن المصريين إحنا عندنا حاجة يونيك إن إحنا فعلاً شخصيتنا الإجمالية إجمال الشخصية حاجة يعني كل واحد بيحسها برا ويحس المصريين بالذات لهم يعني إحنا بنقدر ننجز لما نقول حنعمل حاجة هنعملها أقول حضرتك حكاية زريفة فضل لما السعادة الوزيرة نبيلة مكرم عزمتني للمؤتمر ده فبدأت أنا يعني إيه يعني أبديت يعني جاي أشوف المعلومات أنا إيه اللي هقوله وإيه المطلوب وإيه اللي يكون مناسب ومش مناسب أعرف إيه اللي مش في مصر للوقت فشوفت الأفلام عن العاصمة الإدريال الجديدة البنية التحتها الجديدة إن إحنا مثلاً سولر فارم أو مزرعة الطاقة الشمسية آه في جنوب مصر في عالم بالزبط كده هي أكبر مزرعة الطاقة الشمسية في العالم في العالم بالزبط كده فيعني أنا كنت قاعد في مرة في اجتماع مع زمايل وبعدين بنخطط حاجة معينة فبقولهم يعني فبيقولوا لي إن في الوقت ده يعني هنكتعمع تاني فقلت لهم لا أنا مش موجودة أنا مش أكون موجودة أنا بيكون في القاهرة فالمهم حكت لهم والحكاة وارت لهم فيلم عن العاصمة الإدارية الجديدة فزوهلهم قالوا لي يعني بيبنوها من كم سنة قلت لهم ده من أربع سنين واتنين منهم كانوا اتنين سنتين كانوا كوفيد تأخير وكلام فبصوا بكده فواحد زميل قال لي إيه إنتم يا مصريين بنتوا الأهرامات ومحدش عارف بنتوها إزاي والوقت تبنوا العاصمة الإدارية والحاجات دي كلها ومحدش عارف بنتوها إزاي لأن الإنجاز نفسه في الوقت الأسير ده يعني أنا مش مصدقه وحضرتك زمان تعارف لما تكون إنت عملت حاجة بإيدك وعارف اللي بتاخد وقت ومجهود وطاقة عقلية مش سهلة حتى من ناحية البروشيك مانيشمنت من ناحية كل الحاجات اللي عملتوها ده في وقت صغير أنا نفسي مش مصدق إنتو عملتوها إزاي أنا ما يعرفش عايز أقول